الدكتور إبراهيم كريم مؤسس علم الهندسة الحيوية في إبحارنا مع القيم ومع المجتمع وتطبيق القيم في المجتمع هو غالباً يعني حضرتك مش بحوارنا بناخد قيمة قيمة بناخد الحالة العامة وهي بيظهر فيها القيم بشكل متشابك فأنا مش عارف مقصد حضرتك في ده ليه ما نفصصهاش ليه مش محتاجين نحن نفصصها محتاجين نتكلم في الحالة العامة أكتر أهلاً بك يا علا أهلاً بك بصي أنت عايزة تفصصيها التفصيص والدخول والتفاصيل ده أسلوب عقلي فكري بحت بمعنى أن إحنا متبرمجين كده تقريباً العقل بيمشي كده العلم الحديث كده هو التفصيص للأشياء لفهمها لكن إحنا دلوقتي لو مسكت قيمة قيمة واحدة واحدة يبقى خرجت برا مفهوم القلب ليها ودخلت جوا مفهوم العقل ليها هدف الحلقة دي مش إن أنا أدخل بالفكر وفسر كل قيمة طباً كل قيمة كل واحد مهما قمسك كل قيمة وتكلم فيها وكل الناس عارفوا كلام تا ما فيش حد مش عارف القيمة دي معنية تاقيودة معنية تاقيودة معنية تاقيودة معنية تاقيودة لكن اللي إحنا بنقوله إحنا مش عايزين نفسر قيمة احنا عايزين واحنا بنتكلم بيبقى كلام بيننا كده من القلب للقلب وكأننا بندخل المستمع معانا وندخل احنا والمستمع إلى منطقة القلب ونبتدي نشعر القيم مختلفة من خلال مواضيع فزي ما نقول احنا عايزين نعيش مع بعض حلاوة القيم اكتر من اننا نمسيكم قيمة قيمة ونفصصها فالنهاردة مثلا نمسي قيمة بسيطة جدا يعني في الصدق مش عايزة فصصها بالطريقة العادية انا بقولي الصدق بس هي عبارة عن ايه عن هنا تفاعل تفاعل بين العقل والقيمة الداخلية بيبقى قوي قوي في حتة الصدق دي لأن في حتة الصدق الصدق قيمة الصدق يعني التوازن العام في كل شيء يعني ان ما فيش اي خلال في التوازن هو ده الصدق لازم يبقى كده لكن الصدق بقى بالنسبة للعقل بيدخل فيه حتة اضافية ادراكي لعدم التوازن الداخلي يعني انا بعمل عمل لما اقول ده غير صادق فيه يعني انا عارف ان ايه ان فيه عدم التوازن في الحاجة الفلانية حديكي مثل قوي للصدق والاهمية الصدق في المجتمعات الصدق ده اكتر حاجة بتصلح الالقات بين الناس واكتر حاجة بتهدمها يعني الصدق بين الحكم في الدولة والشعب هو الشفافية الصدق في العيلة نفسها الترابط هو الترابط فالصدق قيمة مهمة جدا احنا النهاردة للأسف اكتشفنا ان ايه ان عندنا ملوث جديد في الطبيعة بيتداخل مع قيمة الصدق الكذب الملوث لا الملوث مش الكذب الكذب ده نتيجة خلل في الصدق الحاجة اللي بتلوث هي الموجات الكهرومناطسية او الكهرباء في الجو او بلغة اخرى ان ايه عصر المعلومات بكله ممكن التقدم ده يخلي فعلا كأنه حاجب او حاجز انه الانسان يعرف يسيطر على عقله بحيث انه ما ياخدش هو النسبة الكبيرة ويشغل قلبه هو اكتر لا بصي بقى فيه مشكلة اكبر من كده الموجات الكهرومناطسية الكهرباء في الجو بتحدث خلل في الجسم الخلل اللي في الجسم ده مشابه جدا في طاقة الجسم زي الخلل لما الواحد بيجدب يعني الانسان اللي بيجدب والانسان اللي قاعد طول النهار قدام الايباد ولا قدام الكمبيوتر اللي اتنين معرضين لنفس الدرر على المستوى الداخلي ده احنا يعني عملنا تجارب كتير جدا ولقناها يعني لقينا ايه جبنا ناس واعدناهم على اجهزة كمبيوتر واعدنا نقيس الخلل اللي بيحصل في الجسم في اعضاء الجسم لما الواحد بيحط ايده على الجهاز نفسه عشان ايه دخل جوا المجال الكهرابي فلاقينا ان الخلل ده ولقينا ان الخلل ده بعد شوية بيبتدي اصر على الناس اللي حواليه كمان مش بس على الرجل قاعد في الكمبيوتر يعني لو قوضة فيها نفرين ثلاثة واحد قاعد على جهاز بعد شوية لان الناس مرتبطين حسيا وفكريا مرتبطين ببعض جينا بقى عملنا ايه الكذب خلينا انسان قاعد في القوضة جوا نفسه يتخيل حاجة مش حقيقية بصينا لقينا نفس الظواهر بتاعة الكهربا ظهرت على جسمه لما ظهرت نفس الظواهر على جسمه بعد يمكن عشرين ثانية لقينا ضرر اللي هو جابه لنفسه من الكتب اتنقل لكل اللي موجودين في القوضة يعني معنتها الانسان لما ما بيكونش صادق مع نفسه مش بس بيضر نفسه بيضر الناس التانين طبعا بيبقى فيه مشكلة اكبر ويمكن نتكلم فيها في القاعدة الجاية بقى ان لما نقول ايه طب على المستوى الجماعي التأثير ايه فعى المستوى الفاردي لازم اعرف اننا الملوس الكهربائي والملوس اللي هو بتاع الكتب اللي اتنين ما تقدرش تفرقهم تقدرش تفرقهم عن بعض ولذلك ده يزود ده وده يزود ده يعني واحنا اطفال ما كانش فيه الكهرباء بقى زائد الوقت يعني طبعا انا بتكلم على سني انا زمان الجيل بتاعي فا واحنا اطفال لما كنا بنجدب كنا بنحس بوجع لان الكتب يعمل لخبطه ده فبحس بوجع فعلا يعني بنحس بألم في حتة من جسمنا الكتبة بتعمل ألم وده لانه كمان تفعيل الضمير لا عشان ضرر ايوة يعني فيه طاقة طاقة الجسم بيولي الطاقة الطاقة دي بتوجع عشان فيها خلل النهاردة لما يكون الطاقة دي موجودة في جسمك من الكهرباء ايه خلاص موجود يبقى لو كتب دي ما فيش حاجة زيادة قال زالك الاطفال النهاردة وكل الناس يجدب شطارة مش حدش حاسس ان الكتب ده يعني حاجة بتقلمه ولا بتدايقه واصبح الكتب اتنقل الى مؤسر خارجي فخلاص ما قفل السكة بيني وبين الضمير وبين الحاجة الخارجية بقت حاجة عادية موجودة كده يبقى عملنا الخلل المجتمع كده